السلام عليكم أصدقائي معكم أخوكم حسين من قناة تيك فونس وموضوع التعاون بين الشركات هو شي جدا شائع خصوصا بمجال التليفونات فشفنا شركات كثيرة تعاونت مع شركات كاميرات مثل شركة لايكا واستفادوا من خبراتهم وطلعونا بأجهزة بإمكانيات ممتازة من ناحية التصوير وشركات ثانية تعاونت مع شركات سيارات مثل شركة بورش ونقلونا تصاميم السيارات الرياضية إلى مجال الهواتف بس التعاون اليوان اليوم يعتبر الأول من نوعه ما بين شركة تليفونات اللي هي شركة ريالمي وواحدة من أفخم مصنعين الساعات بالعالم شركة روليكس هذول الشركتين تعاونوا مع بعض وطلعونا بتصميم هذه الأجهزة الريالمي 12 برو والبرو بلاس اللي لأول مرة راح تشوفهم راح تتوقع أسعارهم فوق الألف دولار بسبب الفخامة وجودة التصنيع بصراحة ولكن بالحقيقة ثنين عاتهم أسعارهم جوى الأربعمائة دولار فلذلك اهتميت أن أجربهم بشكل جيد بالأسبوعين الفاتت وهذا راح تكون مراجعة ومقارنة بين النسخ تيم بالمواصفات والأسعار وكل هذا التفاصيل فيلا بدون تأخير خلونا نبلش أذا حبينا نبلش شوية تصميم فمثل ما ذكرت بالمقدمة هذول الأجهزة تم تصميمهم بالتعاون مع شركة روليكس في شكل الكاميرات هنا مختبس من ساعاتهم من ناحية الألوان المستخدمة درجة اللون الأزرق أو حتى باللون الثاني الأبيض درجة اللون هي نفسها الموجودة بساعات روليكس بالأضافة للحلقة الموجودة اللي تحيط بالكاميرات والمكونة من أكثر من 300 خط معدني تنطيك الملمس والإحساس بأنه فعليا هذه الكاميرات عبارة عن ساعة فخمة وهي الظهر المصنوع من الجلد النباتي والخط الموجود بالوسط اللي يكون بنفس لون حلقة الكاميرات كل هذه الأشياء تحسسك بأنه هذا الجهاز فعلا فخم وجهاز فيه عليا وليس جهاز فيه متوسطة ملمس الجلد هنا رح يكون جدا مريح والظهر نفسه رح يكون منحني والشاشة أيضا رح تكون منحنية والحواف الأربع للجهاز أيضا مستديرة فبالتالي ما عندك أي حفة حادة هنا ممكن تأذي إيدك أثناء استخدام الجهاز بالأضافة لأنه عندك هنا دعم لمقاومة الماء والغبار بمعيارية الـ IP65 فتقدر تستخدم هذا الجهاز بالأمطار والمياه الكثيفة وحتى إذا وقع عليها ماء بالغلط ما رح تصير عندك بيه أي مشاكل لأنه المستوى اللي موجود هنا هو أقل بشوية من مستوى الغمر بالمياه اللي هو الـ IP67 فهذا الجهاز يقدر يقاوم كل مستويات الماء ما عادة الغمر بالمياه من الجهة اليمنى رح تكون عندنا إزرار التحكم بالصوت بالأضافة لزر الـ Power ومن الأسفل عندنا منفذ لاستقبال الشريحة بالأضافة لمنفذ الشحن من نوع Type-C وأكيد السماعة الأساسية اللي تشتغل مع سماعة ثانية موجودة بالأعلى سماعة حقيقية غير سماعة المكالمات ينطوك مع بعض تجربة صوت ممتازة جداً من ناحية العلي والكواليتي أيضاً الشاشة على كل الجهازين رح تكون متطابقة من ناحية الحجم والمواصفات أيضاً فرح تجينا بحجم 6.7 إنش بدقة الـ Full HD Plus ومن نوع رح يكون الـ OLED فبالتالي رح تكون عندنا ألوان مشبعة بشكل ممتاز يكون عندنا أكثر من مليار لون ويكون عندنا أيضاً لون أسود حقيقي الشي اللي يخلى هذه الشاشة تحصل على شهادة الـ TUV لحماية البصر لأنه لون الأسود هنا رح يكون مطفي بشكل فعلي بالتالي ما يستهلك الطاقة وما يأثر على العين عكس شاشات الـ IPS اللي يبقى شغال بها بنسبة بسيطة بالتالي أذي عينك عندما تستخدمه لفترات طويلة وهذا الميزة أيضاً تأخذنا إلى خاصية ثانية باسم الـ Always On Display أو العرض الدائم على الشاشة اللي تعرض الوقت والتاريخ وموقع البصمة وأمور ثانية ممكن أن تتخصصها حتى إذا كانت الشاشة مطفية وبذكر مستشعر البصمة هنا رح يكون مدمج عندك داخل الشاشة بسرعة ودقة صراحة ممتازين ودائماً كان يفتحوا إياي من أول محاولة التردد هنا أيضاً رح يوصل للـ 120 هرتز ورح تكون عندك الإمكانية أن تقلل للـ 60 في حال كنت حاب توفر الطاقة وما يهمك كلش موضوع التردد العالي أو ممكن حتى تخليه على الوضع التلقائي اللي رح يشوف من خلالها الجهاز المحتوى المعروض على الشاشة إش قد يحتاج تردد وعلى أثرها يحدد إذا رح يخليه 60 أو يخليه 120 شخصياً أنا دائماً أخلي أجلستي على هذا الوضع لأنه أحياناً نكون دا أشوف فيديوهات على يوتيوب مثلاً بـ 30 أو 60 فريم بالتالي ما محتاج أن يكون التردد 120 فليش خلع 120 ويستهلك طاقة وأنا ما محتاج هذا التردد إذا حبينا شوي أن ننتقل للأداء فهيساً رح تبدأ عندنا الفروقات ما بين نسختين بدايتين اثنيناتهم رح يجونا بنفس نظام التشغيل الأندرويد 14 ونفس الواجهة الريل ميو آي 5.0 الاختلاف هنا رح يكون ويا المعالجات فنسخة البرو بلاس رح تجينا بمعالج السناب دراجون 7S Gen 2 معالج ثماني نواة ينقسم إلى مجموعتين مجموعة مكونة من أربع أنوية للاستخدامات العادية بتردد يوصل للـ 1.95 تشتغل بأغلب الأحيان ومجموعة ثانية للترددات العالية والاستخدامات المكثفة ترددها يوصل للـ 2.4 جيجا هيرتز ويا رامات 12 جيجا بايت قابلة للتوسع للـ 24 من خلال تقنية الرام الافتراضي وسعة تخزين داخلية 512 جيجا بايت أما نسخة البرو فرح تجيب معالج أقل شوية السناب دراجون 6 جين 1 أيضا معالج ثماني النواة وأيضا ينقسم إلى مجموعتين ولكن بترددات رح تكون أقل المجموعة الأولى ترددها 1.8 والمجموعة الثانية ترددها 2.2 وهي نفس المساحة من ناحية الرام والذاكرة الداخلية أيضا فبالتالي الأداء هنا رح يكون متقارب كاستخدامات أساسية مثل المكالمات والسوشال ميديا والأمور اليومية تقريبا ما رح يكون عندك أي فرق بين الجهازين اثنينة هم رح يقدمون أداء ممتاز وما رح تكون عندك بهم أي مشكلة الفرق رح يبين عندنا عندما نضغط على الجهاز بالاستخدامات مثل نسخة البرو بلاس رح تطيك أداء أفضل رح تقدر تشغلك ألعاب مثل PUBG أو Call of Duty على أعلى أعدادات موجودة وتطيك بها بحدود 60 فريم بأداء ممتاز أما نسخة البرو فرح تقدر تشغلك نفس الأعدادات ولكن بفريمات أقل شوية بحدود 10 فريمات أقل من نسخة البرو بلاس باختصار إذا يهمك موضوع الجايمينج أخذ نسخة البرو بلاس رح تطيك أداء أفضل أما إذا ما يهمك أخذ نسخة البرو جدا كافية لإستخداماتك أما بالنسبة للكاميرات فنسخة البرو بلاس تحتوى على نظام كاميرات يعتبر الأول من نوعه على أي جهاز من الفئة المتوسطة بداية بالعدسة الأساسية اللي رح تجي بدقة 50 ميجابيكسل ورح تكون مثبتة بصريا والعدسة الثانية عدسة الألترا وايد تجي بدقة الـ 8 ميجابيكسل للتصوير بالزاوية العريضة والعدسة الثالثة والأخيرة تجي بدقة 60 ميجابيكسل عدسة البيروسكوب أو الزوم وإيضا رح تكون مثبتة بصريا فهنا رح يكون عندك مدة تصوير جدا واسع مهما كان الشي اللي تريد تصوره ومهما تكون مسافتك عنه رح تقدر تجيبه بأعلى جودة ممكنة فإذا تجي تصوره بمكان ضيق عدسة الألترا وايد رح تطلع لك كمية محتوى ممتازة أو إذا تجي تريد تحصل على أفضل رزوليوشن ممكن وأفضل دقة العدسة الأساسية رح تكون الخيار الأفضل أما إذا كان الشي بعيد عندك شوية فعندك هنا تقريب بصري لحد الـ 6 مرات بدون أي فقدام بالجودة ولحد الـ 120 مرة تقريب رقمي يعتبر أقوى زوم موجود لحد الآن على كاميرات الهواتف الذكية أعلى حتى من الزوم الموجود بالألترا اللي يعتبر الملك بهذا الموضوع بس للأمانة لما نصور على المية وعشرين النتيجة ما رح تكون بيرفكت وما رح تكون ممتازة نعم قد تكون مقبولة بحكم أن الزوم هنا يعتبر زوم رقمي شخصيا أنا استخدمت غالباً الـ 60X تقريباً هو أعلى زوم يقدر يطيني نتيجة تكون جيدة أيضاً من ناحية الفيديوهات رح تقدر تصور فيديو على دقة 4K وال30 فريم مع نظامين تثبيت النظام البصري والنظام الألكتروني يشتغلون مع بعض ينطق فيديوهات تقريباً بدون أي اهتزازات قد ما تتمشى وتصور أو أي اهتزازات ممكن تصير كاميرا تسيلفي على هذا الجهاز أيضاً تجي بدقة 32 ميجا بيكسل وتصور لك فيديوهات بدقة الـ Full HD وال30 فريم الفيديو اللي أمامكم حبايب مصور بنسخة الـ Pro Plus بظروف إنارة التصوير الممتازة هذا رح تكون النتيجة زاوية التصوير هنا صراحة ممتازة وتطلع لك كمية محتوى جيدة فشون رأيكم بيها؟ كتبوا لي بالتعليقات أما بالنسبة لنسخة الـ Pro فالاختلاف بيها رح يكون فقط بكاميرة الزوم رح تجي بدقة 32 ميجا بيكسل تنطيق زوم بصري لحد الضعفين بدون أي فقدام بالجودة وزوم رقمي يوصل للـ 20 ضعف مع فقدام بسيط بالجودة غير هذا الشي ماكو أي اختلاف بالكاميرات الخلفية فبالتالي إذا يهمك موضوع الزوم نسخة الـ Pro Plus رح تكون ممتازة وإذا ما يهمك فنسخة الـ Pro رح تكون كافية بالنسبة إليك كذلك كاميرا السيلفي رح تكون أقل بشوية بدقة 16 ميجا بيكسل وتصور لك فيديوهات بنفس الدقة الـ Full HD والـ 30 فريم الفيديو اللي أمامكم حبايب مصور بالكاميرا الأمامية بظروف النارة الممتازة لنسخة الـ Pro طبعا زاوية التصوير بنسخة الـ Pro Plus كانت أفضل بصراحة كانت أعرض شوية فهذه إيدمادها للأخير هذه زاوية التصوير بنسخة الـ Pro بينما اللي رح تشوفوها هسه هي مصورة بنسخة الـ Pro Plus فزاوية التصوير بالـ Pro Plus رح تكون أعرض شوية البطارية على كل النسختين رح تجيب ساعة الـ 5000 ميلي أمبير ورح تدعم الشحن السريع بقدرة الـ 67 وات برغم أن الحجم هنا رح يكون نفسه وأغلب المواصفات مشتركة إلا أن عمر البطارية رح يكون مختلف لصالح نسخة الـ Pro عندما قارنت الجهازين بنفس النوع من الاستخدامات نسخة الـ Pro Plus نطتني بحدود العشرين ساعة من الاستخدام المستمر أما نسخة الـ Pro نطتني ساعتين أكثر وصلت للـ 22 وهذا هو الشيء الوحيد اللي تتفوق به نسخة الـ Pro على نسخة الـ Pro Plus بالنهاية فارق السعر ما بين الجهازين بحيث نسخة الـ Pro رح يكون سعرها 349 دولار بالعراق تقريبا يطلع 525 ألف دينار أما نسخة الـ Pro Plus فرح يكون سعرها 399 دولار بالعراق تقريبا 595 ألف دينار فارق السعر ما بين الجهازين رح يكون 50 دولار مثل ما ذكرت بالعراقي 75 ألف نسخة الـ Pro أرخص من نسخة الـ Pro Plus هيا إذا أردأ لخص لك الفروقات الـ Pro البطارية مات أفضل فقط أما الـ Pro Plus فالزوم مالت أفضل والمعالج مالت أيضا أفضل فإذا أنت مهتم بالزوم والألعاب نسخة الـ Pro Plus هي الأفضل أما إذا ما تهمك وتريد عمر بطارية أطول وسعر أرخص نسخة الـ Pro رح تكون هي الأفضل وبس هذا كانت مراجعتي ومقارنتي لهذه الجهازين أتمنى أعجبكم الفيديو استفاديتم من عندي إذا تشوفني الأول مرة على اليوتيوب لا تنساني بلايك واشتراك وإذا تشوفني بالفيسبوك فإيضا لايك ومتابعه حتى يوصلك كل جديد كان معكم أخوكم حسين تحياتي لكم